وللمزيد من المتابع ينضم إلينا سيد محمد عبد الرازق باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعني بعد التحية وكما تابعنا آخر التطورات أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قرب انتهاء وذلك على حسب تعبيره مرحلة المعارك العنيفة سيد محمد ضد حركة حماس ولسيما في مدينة رفح الفلسطينية وذلك أيضا بيأتي بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجي الأمريكي أهمية عمل إسرائيل على وضع خطة فعالة وواقعية لما بعد الحرب في قطاع غزة تعقيبك على هذه التطورات الأخيرة يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ونوصل نشرتنا يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنصق الأممي للسلام في الشرق الأوسط والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 الذي يطالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كما تشمل الإحاطة أيضا آخر التطورات في قطاع غزة لسيما عدم تنفيذ القرار 2735 الذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل هناك testimony that more than 36.000 Palestinians and over 1,500 Israelis and foreigners are killed